محافظة الديقار محافظة الديقار سعيدون أياما سعادة أن نشاهد ونرى ونسمع أن مجلس محافظة الديقار عمل بدوره الرقابي من خلال تفكيك عصابة عملت على استحواذ أكثر من 200 دونم وهذه الأراضي تأخذ بقوة السلاح وتوزع على ما يشاءون من خلال البيع المباشر وغير المباشر ويتحدث الأهالي عن فقدانهم لمساحات واسعة من الأراضي الخضراء وتحويلها لأغراض تجارية واستثمارية مع أنها لم تحقق أي جدوى من استخدامها غير الاستيلاء على هذه المساحات لغايات شخصية بخصوص الإجراءات الأخيرة من قبل محافظة الديقار بحق المتنفذين المستولين على الأراضي في محافظة الديقار طبعا قرار جدا جري وجدا بخدمة المواطن مثل هكذا حالات تحدث بالمحافظة سببها المتنفذين جاي نشهد ارتفاع بغلاء الأسعار بالقطع الأراضي بالمنازل من قبل دول المتنفذين وترتفع المطالب من المواطنين بالحفاظ على أراضي الدولة وعدم استغلالها من المتنفذين واستثمارها بشكل صحيح الذي ينعش الوضع الاقتصادي للمحافظة لقناة تغيير الفضائية سلام سرهيد لقار